اشتركوا في القناة نحكي عن مشروع اكتشاف الكنز والكنز الحقيقي فعلا هم ضيوفي بالستوديو وزملائهم وكل المتطوعين اللي اتحدوا في عمل جماعي وتشبيك مؤسساتي لحتى يكون في عنا عمل تطوعي بدون أجندات بدون أي تدخلات خارجية لحتى إحنا بإيدنا نكتشف هاي البلد معالمها ونوجه الشباب وأنظار كمان العالم لفلسطين للأماكن اللي بتستحق فعلا إنه يتضوى عليها صواح الخير وأهلا وسهلا فيكم صواح الخير مناور لجميع المشاهدين صواح الخير وبداية قبل ما أحكي عن اكتشاف الكنز خلينا نكتشف هاي الروح اللي عندكم والاتجاه لتشبيك كل عمل تطوعي في فلسطين مؤسسات مختلفة اتحدث لحتى نطلع بمشروع قيم وواحد فاحكولي عن من أنتم من هاي المؤسسات الحلوة ممكن أبلش بحجر وحكاية خلينا نبلش فيها لأنه هي كانت فكرة المبادرة أحياء التراث والمعالم الأثرية لأنه اللي شفناه إنه ممكن إحنا كشباب في مرحلة من المراحل نعيش حالة انفصال وانفصام عن هويتنا وبتعرف مع كل الأوضاع اللي عم نعيشها فأهدافنا الرئيسية هي التحشيد والمناصرة للتراث والمعالم الأثرية كيف ممكن بعض المعالم الأثرية ممكن صارت للأسف مكبنة فايعة كيف بدأ أغيرها للأجمال كيف بدأ أحييها من جديد كيف إحنا كشباب ممكن نكون أقرب لتاريخنا وهويتنا على الفكرة الرئيسية كانت كمان إنه إحنا بدنا عنا أربع أهداف بس بدنا نستهدف كل فئات المجتمع بكل أطيافهم فمنهم بيهتم بالتاريخ منهم بيهتم في المعالم الأثرية ومنهم مولا إلو علاقة في إشي فالهم مش علاقة أو الناس اللي مش كتير مهتمين إنهم يقرأوا عن التاريخ أو يعرفوا عن المعالم الأثرية عملنا فعالية اكتشاف الكنز اكتشاف الكنز كانت في البداية من مدينة نابلس جبنا عدة فرق شاركت في هذا الموضوع وكانت فكرة كتير حلوة إنه نخلي موضوع اللعب والمرح بسياق التعرف على المعالم الأثرية بنفس الوقت بنجاح التجربة الأولى رجعنا كررناها في بيت ساحور نتالي طبعا أبدعوا بمتطوعينهم إنهم يشتغلوا على هاي الفعالية وبيت ساحور هي كانت الفعالية الأخيرة أو الكنز الأخير اللي اكتشفناه في فلسطين احكي لنا عن بيت ساحور وشو المعالم اللي حسيتوا إنه بتستاهل إنه كمان ينحكى عنها هناك بيت ساحور هي بداية مدينة الرعاة المدينة التي تلقت بشارة السيدة المسيح في البداية طبعا فيها مواقع دينية وأثرية وسياسية ونضالية مهمة بيت ساحور كمان هي المدينة العسيان المدني ورمي الهويات ورفض دفع الدرائب من قبل أهالي المدينة كنا مبسوطين جدا بالتشبيك مع سواعد من نابلس لانطلاق هاي المبادرة طبعا هدفنا بالنهاية المؤسستين العمل التطوعي لأنه احنا عنا نفس الرؤية أنه العمل التطوعي هو الذي يثبت المواطنة الانتماء حب الوطن عند الشباب هذا بداية الشغلة الثانية الهدف أيضا تعريف متطوعين فلسطين ببعض الفعالية ضمت خمسين مشارك ويأتي من محافظات مختلفة وكان هذا شيء جميل جدا وعند تقسيم الفرق عملنا أنه ما في فريق فقط من بيت ساحور فريق فقط من نابلس دمجنا كل الأشخاص مع بعضهم البعض ولعبوا كمجموعة ففي النهاية يعني في نهاية النهار بفكر صار في عندي صديق من نابلس صار في عندي من رمالة من جنين فهذا الأشي يعني بفكر أنه حققنا عدة أهداف في هاي المبادرة وكمان ممكن هاي اللقاء بين أكتر من المحافظة بيخلق أفكار جديدة لوين في معالم جديدة حكيت بالبداية أنه مجموعة متطوعين شبكتهم في بعض وتخلصتوا من هذا الضغط اللي بيكون توجيه أو أجندات معينة أدي حلو هاي الحرية في أنه إحنا نستكشف بلدنا لحالنا وشو خطتكم كمان لتطويرها إحنا لما يعني من مبادئ حجر وحكاية إنه ما يكونش فيه تمويل لأنه التراث والمعالم الأثرية إحنا أولى فيها بس شو اللي بيصير إنه جميع فئات المجتمع لازم يتكاتفوا مع بعض ففي حجر وحكاية كنا قائمين على الشراكات وعلى مجموعة فعاليات فمنيجي منقول إيش فيه عندنا احتياج إيش فيه فكرة ممكن نشتغلها وبناء على هاي الفكرة منحدد شو متطلباتها وبناء عليها من روح للقطاع الخاص يدعمها أو من روح لمتبرعين فكانت اكتشاف الكنز لسنتين على التوالي بترعاها جوال وطبعا من دون أجندات من دون أي أهداف خلص مننا وفينا مننا وفينا فالفكرة إنه نتوسع أكتر لمدن فلسطين ونعملها في القدس ونعملها في غزة ونعملها في فلسطين التاريخية لأنه كتير مهم إنه إحنا نظلنا مرتبطين بتاريخنا مرتبطين بالآثار طبعتنا حلو كتير خصوصا مع تهويدها يعني تخيلي إحنا نوصل لمرحلة إنه فيه لصوص الآثار اللي هي برضه من الأشياء اللي إحنا نعمل توعية عليها تخيلي إنه أنت في عندك معلم أثري كامل فيه له رموز ورمز تاريخي إسلامي يتم بس سرقة الرمز وحط مكانه شمعدان إسرائيلي فأنت خييرت كل معلم المكان فإحنا لازم نكون وعيين لهذا الموضوع كان فيه أعمار مختلفة يعني الحكي اللي بنشكي عنه هلأ وهاي المعالم كتير حلو طاقة الشباب هون بس ممكن إحنا بحاجة كمان لأعمار مختلفة في حسيت وكان فيه مشاركة كان فيه مشاركات من أعمار مختلفة طبعا كان فيه عندنا طلبة جامعة وأصغر وحتى خرجين وكان الناس حملت شاهدات حتى دكتوراه كانوا موجودين معنا فيه ضمن الفعالية والجميل جدا أنه تم تصميمها بطريقة تلائم الجميع يعني كانت كلها بطريقة إلكترونية حديثة يعني مش ورقة أو ألم أنا بدي أروح أدور كانت صمموها لجنة اللي كانت مشكلة من الشباب المتطوعين لتصميم هاي الألغاز وعملها يعني بطريقة بتواكب تفكيرهم واهتماماتهم وشو هم بحبوا في الوقت الحالي عم نحكي عن ألغاز أنا بحاول أحط الناس بصورة هذا الاستكشاف اللي عم تعملوا كيف بتكون الآلية؟ شو بعملوا المتطوعين حتى نوصل لمعلومة جديدة؟ احنا مثلا اخترنا من أحد هاي المواقع اللي هو بير قديم موجود في بيت سحور اسمه بير السيدة وحدثت فيه معجزات كثيرة مثلا من ضمن الغاز اللي حطت بير كنعاني قديم حتى لما أنا سألت بعض شباب البلد نفسها ما عرفوا فكان اللغز عبارة عن كود تفتحيه على الموبايل وبيتوجهوا وهلا بدهم يصيروا يفكروا يبحثوا في جوجل أو يسألوا أهل المنطقة ولما بوصل على هذا المحل مهم جدا أني أجيب عنه معلومات مش إني فقط أنا وصلت المكان وحققت المطلوب لازم أجيب عنه معلومات وهبا بالآخر أثرت أنه لازم نعملهم امتحان إنه حفزوا هاي المحلات اللي راهوا عليها أو لا، وبالفعل يعني كانت الفعالية شيء جميل جداً بالنهاية وهو على مدار أيام ولا يوم واحد إحنا بنختتم الفعالية إحنا يوم واحد بنعمل في كل هاي الفعالية بتكون من أول نهار لآخره بكون في عنا فترة برضو للتشبيك هي فترة الغداء التشبيك ويشتغلوا مع بعض ويفكروا مع بعض وبعدها بنختتم بإعلان الفائز حل مفكرين بمدن جديدة يعني فيه على الخطة هيك مكان معين الناس ممكن بتحب إنها تشارككم في الأيام أكيد إحنا حاليا صراحة نبحث عن شراكات مع باقي المدن بفلسطين وقديش إحنا بنقدر إنه نشبك معاهم أكيد رح يكون إيدينا ممدودة للعمل على هاي الفعالية المتطوعين والفيد باك اللي وصلكم منهم حب الاستمرار في هذا العمل كتير أنت مبسوطة يعني فيه سعادة بوجهك شو لمستي منهم سواء شباب أو كبار يعني ثاني يوم ما بقدر أقولك حجم المسجات اللي وصلتني على الفيسبوك إنه شكرا كتير وإنه قيمت بتكم تيجي تزورونا طبعا المسجات من جنين من رامالله من نابلس إنه إحنا سعيدين فيكم وطبعا المتطوعين التابعين لمؤسسة وساطة وفنجانون وكتاب الكل صار في عنده أصدقاء في كل محل وإيمتها وبالفعل صرنا منرتب إنه لازم ننزل عنابلس شتقنا لهم كتير لفعاليات تانية صحيح فهذا هو الهدف بالنسبة لي أو إلنا حتى لأنه إنتي عارفة إحنا عايشين في مناطق محصورة ورجعنا الثقة بالعمل التطوعي يعني كان كتير أو بصير كتير أعمال تطوعية بس هذا الاتحاد والعدد الكبير بالفتك إنه فيه إشي جدي عم بصير في فلسطين شكرا كتير لإلكم عن جدي يعطيكم ألف عافية نتمنى نشوف بالأيام الجاي بالأشهر الجاي كمان اكتشافات وكمان كنوز وأرجع بأكد إنه فعلاً سوري الكنزة الحقيقي هو هاي العقليات الشباب اللي عم بتحاول إنها تعمل إشي أنا أنا بس بدي أختم بمقولة لمحمود درويش أقتبسها من كتاب يوميات الحزن العادي لما قال كنا طيلة حياتنا عنا إحنا كشعب فلسطيني كنا طيلة حياتنا أصحاب حق بلا قوة وضعفاء بحماقة لأنه إحنا اللي عم بتمتجهيلنا إحنا اللي مش عم نتعرف إحنا مش عم نتمسك إحنا اللي كذا لأ إحنا بدنا نكون أقوياء بحق ووجود بهمتكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية فخورين في كل مرة بنقدم من فلسطين وبالذات للشباب مبادراتهم الناجحة ودائماً فيه أمل للاستمرار شكراً للكم هيك منكون أنهينا هذا الصباح من فلسطين ومنرجع لستوديوهاتنا في عم ن موسيقى 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 موسيقى